المدارس، المساجد، الوزرات وغيرها أماكن منعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على المترشحين خلال الحملة الانتخابية مع ضرورة تنسيق مع الوالي المختص إقليمياً لتحديد وضبط القاعات المعنية بتنشيط الحملة الهدف توضيح كيفية تنظيم التجمعات والاجتماعات العامة الخاصة بهذا الاستحقاق الرئاسي مشددة على ضرورة التزام المعنيين الصارم بالأحكام والقوانين المؤطرة المادة 82 من الأمر 21-01 المعدل المتعلق بين نظام الانتخابات حددت بأن الأماكن التي يتم فيها تنشيط الحملة الانتخابية لا يمكن أن يكون خارج الأماكن التي حددتها السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات طبعاً بالتنسيق مع المندبيات المحلية وكذلك المندبيات في الخارج مندبيات السلطة في الخارج مكابرة والصوت هي الأخرى محظورة قرب المستشفيات والحرص على سلامة المواطنين خلال التجمعات أولوية الأولويات هي ذوابط وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وألزم بها المترشحون الثلاثة تزامناً وانطلاق الحملة الانتخابية المقرر يوم الخامس عشر أو تلجاري مشرع ضبط هذه المسألة وحدد الإجراءات والتدابير الخاصة بالحملة الانتخابية وبالتالي على المترشحين أو ممثلهم أن يلتزموا بمثل هذه النصوص القانونية وذلك حتى تكون الانتخابات أو تجرى الانتخابات في أجواء آمنة ومستقرة والجيش بان عن استعداده التام لحماية العمل الانتخابي من بداية إلى نهايتها ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحملة الانتخابية المترشحون أمام ضرورة احترام الضوابط التي أقرتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خاصة فيما تعلق بتنشيط تجمعات الشعبية وهذا لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المترشحين من جهة واحترام الحياة العامة للمواطنين من الجهة الأخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر